كبيرة الناصرية أو كفر أقوم من عدة 110 مليون في مبادرة إنسانية وصفت الأولى من نوعها في ذيقار وهي إنقاذ حياة أحد الأطفال الذي يعاني من العز الرئوي وبعد مناشد ذوي الطفل لإنقاذ حياة ابنهم والتي تتطلب السفر خارج العراق وبتكلفة باهضة قدرت بما يفوق المائة مليون هرع الشباب في المحافظة في عمل إنساني رائع ليجمعوا تبرعات له شكراً لفرق التطوعية اللي بادرت خلال 48 ساعة لتحقيق الانتصار الكبير عندنا إن شاء الله بتجمع أكثر من 225 مليون والحمد لله إن شاء الله القادم أفضل ونتمنى من الأخوة الفرق كافة التوحيد بيناتهم للقضاء على شك وشخص مريض عملية محمد صادق هي فشل بر وعملية تكلف 115 مليون دينار أراقي خارج العراق بالهند وإن شاء الله تم المبلغ أزيد من المبلغ اللي كنا ريده كنا ريد 115 مليون وإن شاء الله المبلغ للزيادة 150 مليون وإن شاء الله أزيد بجهود أبناء الناصرية وكافة المحافظات مدة الحملة والتي استمرت 48 ساعة فقط حيث جاب تنحاء المحافظة حتى تم استكمال المبلغ بإنبهار حيث وصلت تتبرعات ما يفوق 170 مليون دينار التحشيد الشعبي الذي رافق الحملة والابتسام التي رسمت على شفاه الأهالي بعد تمكنهم من المساهمة بإنقاذ حيات هذا الطفل كانت يا ختام حملتهم هذا من ذيقار عاصمة التكافل الاجتماعي إطلاقنا حملة لجمع التبرعات لشاب محمد صادق والحمد لله خلال يومين تمت الحملة بجهود كل الخيرين من محافظة ذيقار خارج محافظة ذيقار خارج العراق من داخل العراق نشكر الجميع جزاكم الله خير الجزاء ما قصرته إن شاء الله خلال يومين أو ثلاثة عام نكمل إجراءات السفر ويسافر لدولة الهند إن شاء الله هذا اليوم موقف يرفع الراس تعجز كلمات عن التعبير نعجز عن الشكر لهذه الغيرة اللي موجودة عند أبناء الناصرية حقيقة إنه هذه الحالة اليوم هي بها توفيق إلهي أنا أحد الأخوة بالفرق التطوعية قال أبو حسين احنا كثير حالات تصير عندنا نشوف بها إنه تستغرق عدة أشهر لكن هذه الحالة خلال يومين يمكن نجمع المبلغ وبهذا أطلق المواطنون على ديقار بأنها عاصمة التكافل الاجتماعية بعد تضافر الجهود لعمل إنساني بحت بعيداً عن المسابيات الأخرى لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ديقار